أهلا بكم من جديد جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية للإسراع من خطوات التحول النهائي إلى المنظومة الرقمية في جميع المجالات وهو الأمر الذي بدأ المواطن المصري في جني ثماره بالفعل في كل المجالات والخدمات المقدمة له نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أهلا بحضرتك أهلا يا أستاذ عينزي أهلا بسهلا مشاهدين الكرام يعني بداية إحنا بنتكلم عن دخول مصر عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وبيتم العمل حاليا على إنشاء منصة ترميز البطاقات الوطنية ده مجرد مثال بالتعاون طبعا مع جميع الشركاء الدوليين تأثيرات هذه الخطوة على عالم المدفوعات الإلكترونية على سبيل المثال أولا الحقيقة في مصر منذ أن أطلق في خامط الرئيس الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي منذ أكثر من خمس سنوات بدأت مصر في منظومة بناء مصر الرقمية اللي تعتمد على ست محاول رئيسية المحور الأولاني هو كان تطوير البنية التحتية الرقمية ودي أطعت شوت كبير في مصر أكثر من سنة استبدلت فيها كل الكابلات النحاسية بكابلات من الألياف الضوئية الفايبر أوبتيكس ودي أدت إلى زيادة سرعة الإنترنت من خمسة ميجا بيت بر سكند إلى واحد واربعين ميجا بيت بر سكند دي أول نقطة وفي نفس المحور الأول تم إطلاق القمر الصناعة تصيبها واحد عشان يسرع الإنترنت في المحافظات الحدودية بالذات سينة والوادي الجديد وتشكة وحلاب وشلاتين إذن بقت مصر النهاردة في المحور الأولاني متغطية بشبكة إنترنت كويس طب تاني محور كان إيه؟ كانت الحكومة المصرية تملك أكثر من مئة قاعدة بيانات متناثرة غير متكملة وغير متربطة فدي أهم نقطة دي الحقيقة الأجهزة السيادية في الدولة والأمنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتخطيط عملوا قاعدة بيانات موحدة موثقة آمنة تقدر تقول عليها أن الحكومة بتاعتنا هتكون حكومة تشاركية كل الجهات الحكومية تشترك في قاعدة بيانات واحدة بعد ما تم مراجعة البيانات وتعديلاتها وتحداثها إذن دي تاني مهمة كانت مهمة جدا لأنه كان قبل ما أدخل في مصر الرقمية طب عندي قاعدة بيانات كتيرة ما أقدرش أربطها في بعض نتيجة أنها تعملت في فترات زمنية مختلفة بتكنولوجيات مختلفة طب لما بقى عندي قاعدة البيانات دي هشغالها على إيه؟ مصر بديت أكبر مركز معلومات حكومي في أفراقيا شرق الأوسط ده اللي أطلق عليه فخامة الرئيس عقل مصر هو في العاصمة الإدارية الجديدة في مبنى تحت عمق الأرض 15 متر مؤمن تماما ضد جميع الفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية ومؤمن بطبقات من التطبيقات الأمنية ضد القرصانة الإلكترونية وده تكلف لوحده حوالي 16 مليار جنيه هل إحنا عملنا مركز واحد كمحور تالي ده؟ لا إحنا عملنا واحد زيه تاني بديل منقول عليه باكب عشان لقدر الله حصل أي حاجة في مركز المعلومات يبقى عندي البديل بتاعه في مكان ما محدث يعرفه صحراء الغربية في الشرقية محدث يعرف مكانه فين ده المحور التالي طيب النهاردة أنا بقى عندي قواعد بيانات شغالة على مركز معلومات طب أوصلها للمواطن إزاي؟ بدأنا نعمل حاجة اسمها التحول الرقمي التحول الرقمي معناها إيه؟ إن جميع الخدمات اللي الحكومة كانت بتقدمها للمواطن على شكل نمازج ورقية وفيها يقف شباك هنا ويدفع هنا يدويا وكذا لا عملنا مجموعة من النمازج الإلكترونية لكل خدمة بحيث الخدمة دي اللي كانت بتجرى ورقيا كذا لا المواطن يدخل برقم القومي يدخل معروفة بيانات ويأخذ الخدمة وكانت الحكومة الحكومات بشكل عام في مصر أو في أي حتة بيبعا عندها أكتر من ألف خدمة ما بين تصريح وبنى والصحة وتعليم وشهر عقاري ومحاكم وغيرها مصر عملت إيه؟ مصر حطت خطة لجميع الخدمات دي وبدأت تأخذ أولويات من الخدمة اللي بيشترك فيها كل المواطنين المصر زي شات الميلاد وشات الأفاول والحاجات الأساسية والترخيص فبدأت تحط أولويات خلصنا النهاردة حوالي 130 خدمة وجاري التنفيذ طب دي رابع محور المحور الخامس الخدمات دي اللي شغال على مركز المعلومات دي على قاعدة البيانات دي هبصلها للمواطن إزاي؟ بنين حاجة اسمها منصة مصر الرقمية هي دي البلاتفورم هي دي المنصة الرقمية حلقة الوصل ما بين المواطن وما بين الكمبيوتر أو مركز المعلومات طيب المواطن يسجل مرة واحدة في حياته في منصة مصر الرقمية دي برقم قومي ويختار كلمة سر خاصة به بحيث بعد كده أول مرة بس بيسجل كل ما يدخل عايز خدمة سواء تجديد ترخيص أراضي سيارات خدمة صحية تعليمية تموين أي حاجة يدخل بس برقم قومي الكمبيوتر حيسأله على كلمة السر حيدخل إلى 130 خدمة اختار الخدمة اللي هو عايزها ويأخذها ويدفع بطريقة رقمية زي ما حيقولتي عشان أدعم المدفوعات الرقمية أقلل الفساد أعمل نوع من الحوكمة الحكومية وأدخل في منظومة الشمول المالي لأن كل ما كان فيه فلوس كاش كل ما زاد الفساد عشان كده احنا بنقول عايزين نوصل إلى مجتمع أقل اعتمادا على الكاش هي دي بقى النقطة اللي أنا كنت لسه أسأل حضرتك فيها يعني حضرتك تطرقت بشكل رائع للفوائد اللي هتعود على المواطن الفوائد اللي هتعود على الدولة طبعا نحن لسه الفوائد كمان نقدر نتكلم فيها بالتفصيل لو حالك عايز خلينا طيب نقف عند النقطة الخاصة بارتفاع يعني فيه إحصائيات بتشير إلى ارتفاع نسب المعاملات الإلكترونية وانخفاض نسب المعاملات النقدية طبعا ده بيشير لزيادة وعي بشكل ما عند المواطن باستخدام قنوات الدفع الإلكتروني أهمية لو حضرتك تشرح لنا أهمية إن إحنا نتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد هتكون إيه؟ دي حاجة كبيرة جدا أولا زي ما بنقول كل ما بقى فيه نقد ورقي كل ما زاد الفساد كل ما قللت النقد الورقي وزودت المدفوعات الإلكترونية قللت الفساد دي أول حاجة تاني حاجة حتى تلاحظي العملات الرقمية الجديدة كلها عملات بلاستيكية غير ناقلة للجرسيم والمكروبات وغير دي أول نقطة نسبة الشمول المالي في مصر وصلت حوالي 56.2 من 10% إذن معناها المدفوعات الرقمية بتزيد البنوك الرقمية بدأت في مصر تزيد المحافظة الرقمية وعلى الموبايل بدأت تزيد كل المحلات تقريبا عندنا حتى المحلات الصغيرة بقت كلها بتتعامل بـ بقت كلها موجودة بهذا الشكل إذن شركات المدفوعات الرقمية في مصر سواء خاصة أو حكومية ندفع منها جميع أنواع الفواتير لدرجة أن في مصر النهاردة إذا أي كشك بيبيع بسكويت وبيبسي بتقدر تلاقي فيه نوع من نقطة بيع تقدر تدفع أي فاتورة وانتي وقفة فيها إذن إحنا نهاردة داخلين في عصر الرقمية النهاردة زي ما حالك قلت في البداية الصورة الصناعية الرابعة الصورة الصناعية الرابعة والخمسة هتغير شكل العالم وشكل المنتجات وشكل أساليب الإنتاج يعني لما سألوا الدكتور كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصاد العالمي قالوا له يعني إيه هتغير شكل العالم يعني العالم اللي إحنا فيه ده مش هيبقى موجود بالشكل ده قال لهم فعلا كده ليه؟ لأن إحنا داخلين في تطبيقات الصورة دي اللي منها إيه؟ الزكاة الاصطناعية عشان كده إحنا النهاردة توسعنا جدا في أكتر من 18 جمع وكلية فيها كليات زكاة الاصطناعية وتكنولوجيا المعلومات النقطة الثانية إنترنت الأشياء كل المدن الزكية في مصر هتضار بوسطة إنترنت الأشياء بمعنى إيه؟ إن كل الطرق هتبقى زكية كل وسائل للنقل زكية يعني أنا شخصيا ركبت السيارة بدون سائق من برة من أربع سنين طب النهاردة في مصر نحن داخلين في هذا الكلام القطارات الجديدة اللي نزرى في مصر هيبقى بدون سائق إذن إحنا النهاردة لازم كمحور سادس في استكملة اللي فاتت تطوير وبناء قدرات الموارد البشرية المصرية على استخدامات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لأن بدون تحليل البيانات الضخمة بدون تطبيقات الزكاء الصناعي مش حقدر أدخل لنا تكنولوجيات حديثة في مصر وخاصة لأن إحنا عندنا 14 مدينة زكية جديدة النهاردة واستهدفة من ضمن 30 مدينة طب مين حيدير إحنا محتاجين آلاف من الشباب القادر على تحليل البيانات الضخمة لأن المدن الجديدة طب كيفية تطوير وبناء قدرات هؤلاء الشباب الحقيقة وزارة الاتصالات التكنولوجيا المعلومات مع الجهات الحكومية المختلفة خلال هذه الفتح سنة الخمسين اللي فاتوا طوروا أكتر من 200 ألف شاب على هذه التطبيقات إذن الهدف بس مش عشان نشتغلوا في المدن الزكية الجديدة إحنا كمان عايزين شاب المصري ينافس على الوظائف العالمية حركت عرفي النهاردة اللي بيشتغل في مجالات تكنولوجيا المعلومات أو أمن وصريت المعلومات أو بناء المنصات أو بناء منصات المدفوعات الرقمية كل ده بدل ما بيأخذ مثلا ألف دولار في الشراء بيأخذ له خمس ستة ألف دولار في الشراء وبيشتغل أونلاين يعني ممكن يشتغل في شركة في أوروبا أو في أمريكا وهو قاعد في مصر حيأخذ هذا الراتب إذن إحنا عايزين نوفر فرص عمل للشباب بمواصفات عالمية طبعا التكنولوجيات العادية والصناعية مطلوبة هقول له حرك حاجة الاستثمار بدولار واحد في مجال تكنولوجيا المعلومات بيولد قدامه 20 دولار صحيح الاستثمار بدولار واحد في المجالات الصناعية والزراعية بيولد 3 دولار إذن إحنا عندنا سبع أضعاف لو استثمرنا قدرات الشباب بتاعنا في مجالات تكنولوجيا المعلومات عشان كده تلاحظي حركة فخامة الرئيس لما زار جامعة كفر الشيخ من حوالي شهرين والتقى بالشباب في كلية الزكاية الاصطناعي وكانوا بيسألوه على توفير وظيف قال لهم إحنا عايزينكم اتخرجوا هتشتغلوا كلكم في العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي أحدث مدينة في أفراقيا هتدار تماما من خلال شبكة كمبيوتر بما فيها الطرق بما فيها تدوير المخلفات بما فيها الأمن وسرية المعلومات بما فيها الطقس بما فيها متابعة جميع المباني والبنية التحتية سواء العادية أو البنية التحتية الرقمية مصر بالست محاور اللي احنا عملناهم دولة بدعم القيادة السياسية وفخامة الرئيس الفتاح السيسي ارتفعت مؤسيراتنا العالمية كثير جدا صحيح وفي النقطة دي تحديدا يا فندم يعني حبا حضرتك تقول لنا مزيد من التفاصيل عن دور هذا التحول الرقمي وهذا المشروع وكل هذه الخطوات في زيادة تنافسية مصر الكلمة اللي حضرتك قلتها من شوية زيادة تنافسية مصر دوليا خاصة في مجال اقتصاد المعرفة احنا أولا العالم كله نهاردة داخل في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي حاولي حرك بعض الأرقام الخفيفة كده الاقتصاد العالمي كله بيوازي حوالي 10 تريليون دولار الاقتصاد المعرفة أو اقتصاد الرقمي حاليا حجمه حوالي 25 تريليون دولار بما يوازي حوالي 25% هو لي الصين النهاردة اقتصادها بينمو بقوة وبيقترب من الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأمريكي النهاردة حوالي 23 تريليون دولار اقتصاد الصيني حوالي 17 ونص نمو التكنولوجيا في الصين بقى أعلى من أمريكا شوي وعشان كده الحرب التجارية ما بين أمريكا والصين على الجيل الخامس من الاتصالات النهاردة الشركات الصينية سبقت الشركات الأمريكية أمريكا عايزة تمنع هذه الشركات من دخول أوروبا إذن إحنا في مصر بقى إيه؟ إحنا الحمد لله في مصر بدعم القهيدة السياسية عندنا توازن ما بينه بناخد تكنولوجيات من الغرب وناخد تكنولوجيات من الشرق إحنا النهاردة داخلين مثلا في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس بنصنع كتير جدا من الأجهزة الإلكترونية الحديثة النهاردة إذن إحنا النهاردة أتمنى إحنا بقى ندخل في إيه؟ ندخل في تصنيع بعض المكونات الرقمية وخاصة الرقائق الإلكترونية اللي إحنا محتاجينها اللي العالم كله داخل فيها في نقص جديد جدا ولقدر الله لو زادت الأزمة بين الصين وطايوان هيحصل دروب جامد جدا في تصنيع هذه الرقائق اللي بتصنع معظمها في طايوان حيبقى فيه أزمة في إنتاج السيارات الحديثة في الأجهزة الإلكترونية الحديثة وغيرها عشان كده فخامة رئيس مهتم جدا حتى الأسلحة كل حاجة لكن إحنا النهاردة بنقول إيه؟ الأجهزة الجديدة كلها أصلا نازل أجهزة زكية تخيالي في حركة لما الدكتور كراوسفا قال كده قال إيه؟ النهاردة التلاجة والغسالة وكل حاجة هيبقى فيها عنوان للإنترنت يعني تخيالي حركة قبل ما ترجع من البرنامج للبيت هتقدر يتكلمي التلاجة أنت عايزة إيه أجيبه وأنا جاي هترد عليك تبعثي لها إيميل أو تكلميها من خلال السوشال ميت إذن النهاردة الأجهزة الحديثة كلها هيبقى فيها عنوان إنترنت زي البشر المنظمة اللي بتطلع عنوين الإنترنت طلعت السنة اللي فاتت 31 مليار عنوان للإنترنت IP address طب منهم البشر بيستخدموا كم؟ البشر بيستخدموا خمسة طب 26 مليار دول ميلي بيستخدموا المدن الزكية في الكاميرات الزكية في طرق النقل الزكية في السيارات الزكية في الأجهزة الزكية يعني فترة قليلة جدا هتجد في مصر خلاص الغسالة والتلاجة والسيارة كل الكلام ده فيه IP address IP address معناها أنه متصل به الأكمار الصناعية وبالإنترنت يعني أي بشر يقدر يتعامل مع الآلة أو الآلة تتواصل مع الآلة يعني النهاردة المهندس ممكن يكون في بيته ويكلم أي آلة في المصنع بتاعه ويخطبها ويعرف إيه العطل ويصلحها وكذا إذن إحنا دخلين على عصر الرقمنا إذن إحنا أتمنى النهاردة أن مصر تهتم جدا ببناء المنصات وخاصة في التجارة الإلكترونية فخامة الرئيس قال إيه إحنا عايزين نصدر بمئة مليار دولار طيب إحنا بنصدر النهاردة بكام؟ حوالي 43 مليار دولار بما فيها المنتجات البترونية طيب أزود أو سلمية إزاي؟ لازم أسوى المنتجات بتاعتي رقمية من خلال منصات تجارة إحنا النهاردة لو عملنا منصة تجارة إلكترونية مثلاً لمنتجات الأقطان المصرية بما فيها الملابس والمفروشات وغيرها وغيرها أقدر أصدر لأوروبا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشركات وأنا قاعد مكاني وحتدخل الفلوس رقمياً مباشرةً على البنك نفس الكلام منصة تجارة إلكترونية للأساس الدومياطي أو للمنتجات الجلدية في الروبيكي أو للمنتجات خاني الخليلي إحنا محتاجين ريادة الأعمال والمستثمرين بدل ما كلهم دخلين في التطوير العقاري والمدن الساحلية يدخل بعضهم يعمل لنا منصات يعني يستثمر فيه منصات تجارة إلكترونية لزيادة التصدير عشان نحقق هذه المقولة ويزداد الناتج المحلي الإجمالي لمصر صحيح أنا أشكر حضرتك شكراً جزيلاً الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي شكراً جزيلاً يا فنة معنا شكراً جزيلاً وأنا أعتقد مصر إن شاء الله ستتبوأ مكانة عالمية في مجال الرقمان إن شاء الله أكيد بهذه الوطيرة طبعاً شكراً جزيلاً أنا حضرتك